روائع التابعين اللي كان أقرانه في عصره كان يقول والله لو لا أن على يقيم من أن الوحي قد انقطع من السماء لظنن أنه يوحى إليه من السماء إنه الإمام العلم الزاهد الورع الحسن البصري الإمام الحسن البصري اسمه الحقيقي الحسن ابن يسار والده اللي هو يسار كان مولى لزيد بن ثابت أصحابي الجليل رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين وأمه كان اسمها خيرة خيرة دي كانت مولات أم المؤمنين أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه الكصة بالضبط؟ القصة أن أم الحسن البصري كانت جاءت من السبي من بلاد ميسان في الفتوحات الإسلامية اللي كان بيعملها المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الفتوحات العظيمة اللي تم الديت فكم من ضمن الفتوحات ديت كان فتح بلد اسمها ميسان فجيء أب السبي من بلاد ميسان كم من ضمنهم أم الحسن البصري كانت حامل في الحسن البصري اللي هو الحسن ابن يسار اللي يصمه بعد ذلك بالحسن البصري فلما جئ أصبح أبو الحسن البصري اللي هو يسار أصبح مولا لزيد بن ثابت وأصبحت أم الحسن البصري اللي هي خيرة أصبحت مولا لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضها ووصلت أم الحسن البصري وهو كان ما زال حملا في بطنها ووصلت وأصبحت مولا لأم سلمة وأعادت قضة حياتها في خدمة أم المؤمنين أم سلمة هذه المرأة اللي كان يضرب بها المثل في رجاحة العقل وفي حكمتها رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع أنه مرت الآن بسرعة وجيه معاد ميلاد الحسن وهو كان لسه بحد السماء طبعا كان لسه وما معرفوش المولود ده ايه اللي جايه كله رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع في يوم الأيام ولدت خيرا خيرا اللي هي أم الحسن فلما ولدت فرحت أم سلمة فرح شديد جدا جدا لأنها كانت بتحب ما ولدتها خيرا ديت حب شديد جدا فلما عرفت أنها ولدت يعني بركت لها وهنتها وقالت لها هل سميتي ولدكي عرفت أنه ولد قالت لها لا لسه ما سميتوش قالت لها إي رأيك على بركة الله نسميه الحسن فقالت لها خلاص نسميه الحسن فسميه الحسن ابن يسار اللي هو أبوه أبوه اسمه يسار لسه لحد الآن ما عرفناش هو سميه الحسن البصري هتعرف دلوقتي هشاهد في الموضوع فسميه الحسن على بركة الله سبحانه وتعالى سميه باسم الحسن أبو ياسار كان في الوقت ده كان في اللحظة ديت كان عندي مولاء اللي هو زيد بن ثابت الأنصاري فاستأذن من زيد بن ثابت وقال له بس أروح أشوف زوجتي لسه والدة الآن في دار أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه فاروح بس أطمئن على الولد وشوفه كده وارجع مرة تانية فأذن له زيد بن ثابت ودعا له ولولده بكل خير طبعا كان المجتمع مجتمع جميل جدا الناس بتحب بعض وكان الصحابة بيتعاملوا مع العبيد والإماء والموالي معاملة في غاية الرقة والرحمة التي لا تخطر على قلب بشر لأنه لما تعلموا الرحمة على يد النبي على يد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع أن راح يصار عشان يطمئن على ابنه ورحم دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضها واستأزم فينه ويدخل يشوف ابنه وشاف ابنه والحسن واطمئن عليه والحمد لله رب العالمين ثم خرج بعد ذلك ليعود إلى سيده زيد بن الثابت ليخدمه الحقيقة أن صلة الحسن البصري أو الحسن بن يصار لحد الآن ما وقفتش عندي أن أم سلمة نقيت له اسمه بس لا أم سلمة كان عندها مين اللي هي أم الحسن كان بتخدمها فأم الحسن البصري اللي هي خيرة كانت بتخرج تشتريها للحاجات وتقضي حوائجها واجب لها كل اللي هي عايزة من برة فكانت بتخرج وتسيب الحسن في حجر أم سلمة فكان الحسن لسه طفلة رضيع فكان أحيانا يبكي من شدة الجوع أو أي حاجة فكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضها صاحبة القلب الرحيم وهي أصلا يعني قلبها ملين رحمة وازدادة الرحمة في قلبها لما تجوزها النبي وبقيت أم المؤمنين تعلمت الرحمة الكبيرة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت لما تسمع الحسن بيبكي كانت تلقمه ثديها وتردعه خد بالك فأصبحت أم سلمة هي أم الحسن البصرية من ناحيتين النحية الأولانية إن هي أم المؤمنين وهو رجل مؤمن يعني فأصبحت أمه لأنها أم المؤمنين والنحية الثانية إن هي لردعته أو هي كانت بتردعه مع أمه مع أمه فبالتالي كانت أمه في الرضاع وفي نفس الوقت كانت أمه لأنها أم المؤمنين فالحسن البصرين نشأ في بيت أم سلمة نشأ في بيت أمه سلمة وهي أمه في الرضاعة وأمه اللي هي خيرة اللي هي كانت بولاد أمه سلمة كان بترضاعها يا كمان فنشأ في بيت كله كرم وكله أخلاق وكله دين وكله رحمة وكله حنان فنشأ الحسن البصري رقيق القلب ولذلك مواعذ الإمام الحسن البصري من أرق المواعذ تسمعها لازم قلبك يتحرك ولازم عيونك تدمع ولازم تحس أنت تأثرت جدا بكلام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فرصة أنه كان عايش في بيت أمه سلمة وأنتو عارفين حبيبي أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها نزق بعضها التسع بيوت جنب بعض فده كان بيعطيه فرصة وهو طفل صغير أنه يتردد على كل بيوت أمهات المؤمنين كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان شوية يروح عند عائشة وشوية يروح عند حفظة وشوية يروح عند أمه السلمة وشوية عند جوائرية وعند سودة بانتزام وهكذا كان يدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كلهم بيحبوه جدا ويقدروه وكان ليه مكانة كبيرة جدا في قلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الشيء في الموضوع أنه كانت فرصة عمره طبعا اتربط بيت أم سلمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخير كله وفي نفس الوقت كان عايش في زمن فيه عدد كبير جدا من الصحابة فبالتالي قدر أطلب العلم على دين أثمار بن عفان وعليه بن أبي طالب وابو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعدد كبير جدا لكنه كان مولع جدا وكان بيحب عليه بن أبي طالب حب لا يخطر على قلب وشر وكان بيتأثر بيه جدا بسبب يعني صلبته بدينه وزهده وبعده عن فتن الدنيا وزخار في الدنيا فكان متأثر جدا بسيدنا عليه بن أبي طالب بتأثر غير عادي كبر الحسن البصري اللي هو ما زال لحد الآن الحسن ابن يسار كبر ووصل لسن 14 سنة قررت أسرته الجميلة الطيبة المباركة إن هم يسفروا من المدينة المنورة ويروحوا يعيشوا في البصرة وكانت البصر زي ما قلنا جماعة مدينة أول من خططتها وأول من خطط المدينة ديت عمر بن الخطاب في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي العنور دا وكانت مدينة بكر ولسه جديدة وكان عاملينها لأهدئة في معينة الهدف الأول إن هي تكون مدينة عسكرية تكون بمثابة التمويل لكل الجيوش الإسلامية اللي بتاخذوا في بلاد فارس علشان يبقى مصدر تمويل قريب بدل ما لسه يرجعوا المدينة فيبقى مصدر تمويل المجاهدين في سبيل الله الحاجة التانية إن هي تكون مدينة يكتمع فيها عدد كبير جدا من علماء الصحابة والتابعين علشان كل من يسلم من بلاد فارس أو العراق يروح يتلقى العلم في مدينة البصرة وكانت مدينة غنية لإني كان بتكثر فيها الغنائم اللي كانت بيوزع أربعة تخمسة على المجاهدين وخمسها كان بيرجع لبيت مال المسلمين فبالتالي المدينة كانت غنية جدا لكن الحسن البصري كان لا يلتفت لغنى أهل المدينة لأنه كان رجل زاهد جدا وكان قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ثم عليه ابن أبي طالب لأنه تأثر به جدا فلما وصل أربعة تشر سنة سافر هو وأسرته ومكثوا في بلد البصرة ولذلك سمي منذ هذه اللحظة بالحسن البصري ده سبب تسمية الحسن بيننا والحسن البصري كان مسجد البصرة في الوقت ده كان بيموج بعدد كبير جدا من علماء التابعين والصحابة وكانت حلقات العلم ما شاء الله ليل ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى الحسن البصري في الوقت ده لازم وانقطع ابن عباس فدل ملازم سيدنا عبد الله بن عباس واتلقى على إيده علم التفسير والحديث والقراءات وأخذ من غيره الفقه واللغو والأدب حتى أصبح عالما جامعا فقيها لكل أنواع أو لجل أنواع العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه الناس بشكل غير عادي عشان يتلقوا العلم على يد الحسن البصري رحمه الله رحمة نواسعة وانتشر أمر الحسن البصري وذا عصيته في البلاد وبدأ الناس كلهم يتكلموا يتحدثوا عن الحسن البصري وسرته بقت على كل لسان بقت يتكلموا عن زهده وخلقه وورعه وعلمه وأدبه ورقة قلبه ومواعزه المؤثرة ما شاء الله كان من كل علم كان له حظ ونصيب في كل هذه العلم ودرجة أني حدث خالد ابن صفوان قال لقيت مسلمة ابن عبد الملك في الحيرة فقال لي أخبرني يا خالد عن حسن البصرة اللي هو الحسن البصري فإني أظن أنك تعرف من أمره ما لا يعرفه سواك فرحل له يبقى قال له أصلح الله الأمير أنا خير من يخبرك عن الحسن البصري فأنا جاره في بيتي وجاليسه في مجلسي وأعلم أهل البصرة به فقال مسلمة هات ما عندك بيقول لي خالد بيقول له أنا عايزك تعرفني مين هو الحسن البصري أنا عملا أسمع عنه كلام كبير جدا بص قال له بقى قال إنه مرء سريرته كعلانية أظن لي دي كفاء يعني إحنا إيه لو قلنا كلمة ديت في حق أي إنسان ولمنا لعدة ومشينا كده كفاء أو أنك تسمع عن إنسان سريرته كعلانية لا بيعرف ينافق ولا بيعرف يرائي ولا بيعرف يجامل اللي جواه هو اللي برها ومين النهاردة جماعة اللي جواه زي اللي برها ده موضوع يعني نادر نادر جدا في هذا الزمان قال إنه مرء سريرته كعلانية خد بالك وقوله كفعله اللي بيقوله بيعمل به أبيقولش كلام كده وخلاص ويزين ويطلع يقول الكلمات هو ما بيعملاش أو بيعمل عكسها لا قال إنهم مرء سريرته كعلانية وقوله كفعله اخد بالك إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به لو أمر الناس بمعروف كان بأكتر واحد بيعمله وإذا نهى عن منكر كان أترك الناس له ولو نهى عن منكر بأكتر واحد فيهم بينتهي عن المنكر ده ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده يا سلام فقال مسلم حسبك يا خالد حسبك كيف يضل قوم فيهم مثل هذا الله بيقولك فعل أنت قلت كيف يضل قوم فيهم رجل مثل هذا ولذلك كانوا بيسألوا أقران الحسن البصري ما السر في عظمة هذا الرجل كان فعلا يا جماعة كان ليه مكانة كبيرة جدا وكان ليه قدرة عالي جدا عند الناس بيقولوا ايه السر في عظمة الحسن البصري اختصرها في جملتين حلوين قوي قالوا احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا يا الله رسالة رسالة لأهل العلم استغنوا عن دنيا الأغنياء وخلهم يحتاجوا لدينكم هتبقوا في أعلى منزلة بفضل الله أما طول ما الإنسان عيزا بالله عينوا على سين وعينوا وصاد والقرب من فلان وفلان فأين دينك الحسن البصري ما السر في عظمتي قالوا استغنى عن ديننا استغنى عن احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا كان الحسن البصري جامعا للعلم فقيها بيشهد له فقه عابدا زاهدا في الدنيا لدرجة أن أنس بن مالك ودي كتن مفاجأة بقى كبيرة بجد أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسألوا في بعض المسائل كان يقول ها هو الحسن سألوه فإنه قد حافظ ونسينا هو حافظ وإحنا نسينا كبرنا في السن ونسينا اسألوا الحسن البصري فدي أكبر تذكية من أنس بن مالك الحسن البصري تعالوا نكمل القصة الجميلة الحسن البصري رحمه الله رحمة الله وسعه لكن بعد الفاصل صلى على الحبيب وكي الملائك في السماء مطهرين روايع التابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي تعالوا نكمل بعض النقاط وننقضه على الحسن البصري رحمه الله ورحمة واسعة يعني الحياة كان ثروة جبيرة جدا في علمه لدرجة أن أحد تلاميذه لو أبو سلم التابوذكي كان يقول حفظته عن الحسن ثمانية آلاف مسألة وما لو كان حفظ أديه بيقول أنا حفظته من الحسن البصري ثامن تلاف مسألة فقهية وكان ليه مجلس خاص في منزله غير المسجد غير دروس المسجد كان ليه مجلس خاص في منزله وكانوا بيروحوا لطلبة العلم ويطلبوا العلم على أديه في كل وفي شدة أنحاء وأنواع العلم وأنواع العلوم الشرعية كان في كل العلوم كان أستاذ الأساتذة رحمه الله ورحمة واسعة لدرجة من ساعة علم وتأثر التلاميذ به كان واحد منهم بيقول يقول لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط لو شفت الحسن وعدت معاه هتقول أنا ما شفتش حد فقيها للحسن البصري وكان منهم من يقول عن الحسن البصري هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء بشتركم كانوا يقولوا لو لا أن على يقين من أن الوحية قد انقطع من السماء لقلنا أن الحسن يوحى إليه كان ليه كلمات حل وقوي كان ليه كلمات في غاية الحسن والجمال يعني سبحان الله وتمر الأيام ولما جي الحجاجة بن يوسف الثقافي وتولى من قبل بني أمية على العراق أصبح حواليا على العراق كنت عارفين طبعا إنه كان رجل حاكم ظالم وغشوم وكان سفاكا للدماء وناس كتير جدا كان بتخاف منه وتخاف تقف قدامه ويخافوا إنهم يصدعوا بكلمة الحق أمام الحجاجة بن يوسف الثقافي وكان فيه ناس معدودين على الأصابع هم دولة اللي قدروا يقفوا قدام الحجاجة بن يوسف الثقافي وكان على رأس هؤلاء الحسن البصري تخيلوا الحسن البصري يا جماعة معرف أنه إنسان رقيق القلب جدا حساس ومشاعر جياشة جدا جدا ودمعته قريبة وكلامه كله في الزهد والرقائق مع إنه فقيه واجه العلامة وكل حاجة لكن كان أغنب كلامه في الزهد والرقائق ورغم ذلك كان في الحق كان شديد جدا وكانش يهمه أي حد وكان يقول كلمة الحق ولا وعلى الأبتر وعلى حياته في يوم الأيام الحجاج بن يوسف الثقافي يعني بنى أصر كبير ليه في بلد اسمها واسط ودي المدينة بين البصرة والكوفة ورح جمع بقى الفقهاء والعلماء والناس وجمهير المسلمين عشان يتفرجوا بقى على الأصر بتاعه وعشان يثنوا عليه بقى ويمدحوه فراح الناس وجمع عدد كبير جدا من الناس عشان يروحوا بقى يثنوا على القصر بتاع الحجاج بن يوسف الثقافي وأهل العراق وراح معاهم الحسن البصري الناس رايح هتمدح والحسن البصري رايح يقول له كلمتين مش هينساهم الحجاج بن يوسف العمر كله فراح عشان يقول له انت بتعمل ايه راح عشان يثوقوا من الغفلة اللي هو عايش فيها فقال له الحسن البصري أول ما شاف القصر بتاعه وراح واقف قدام الناس وقدام الحجاج بن يوسف وقال لقد نظرنا هنا أرلكم كلام بالنص يعني قال لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروا أهل السماء قد مقتوه يعني كرهوه وأهل الأرض قد غروا بينفكوه بيجملوه هو أصلا مش عارف أنه على غلط وأن أهل الأرض قد غروا ومضى يتضفق في هذا الأسلوب حتى أشفق عليه أحد السماءين من نقمة الحجاج فقال له حسبك يا أبا سعيد أبا سعيد دونق دي يعني اللقب بتاع أو الكونية بتاعة الحسن البصري قال حسبك كفاية كده أنا خايف عليك من نقمة الحجاج فقال حسبك يا أبا سعيد فقال كلا والله لقد أخذ الله المثاق على أهل العلم لن يبينونه للناس ولا يكتمونه وتاني يوم حجاج ابن يوسف الثقفي دخل المجلس بتاعه وبص بقى للوزراء بتوعه وللحاشية بتاعته وهو يعني في قمة الغضب والغيز وقال لهم تابا لكم وسحقا يكون معبد من عبيد أهل البصرة أهل البصرة ويقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء ورح باعت للحسن البصري وأمر بالسيف والنطع إنهم يتجهزوا السيف موجود أهل والنطع بقى الحاجة اللي بتتحطي تحت الرجل اللي هيقتل عشان الدم بتاعه إيه؟ يعني لا يلوث ضلاط القصر بتاع الحجاج ابن يوسف وبعته للحسن البصري مجموعة من الشرطة تجيبه فلما عرف إنه هو رايح للحجاج ابن يوسف الثقافي عرف إنه هو رايح عشان يقتل فلما دخل نظر فوجد السيف والنطع والجلاد فحرك شفتي خد بالك من حيطة دي حرك شفتي وتمتم ببعض الكلمات حدش سمع الحسن البصري قال إيه؟ ودخل بكل عزة وبكل قوة وبكل جرأة وشجاعة على مين؟ على الحجاج ابن يوسف الثقافي اللي هو رجل الطاغية وفي كمة العدوانية وفي كمة الشراسة ثم دخل عليه وأقبل عليه وسلم عليه خد بالك فلما رأاه الحجاج يعني داخل كده بعزة وكوة وثقة في الله سبحانه تعالى قال له ها هنا ها آبا سعيد تفضل تفضل لأ آبا سعيد ها هنا إجلس ورح طلب من غلام يجيب له إيه؟ إلى أطر فرح جاب إلى أطر ورح معطر لحجة الحسن البصري ووش الحسن البصري ومطيب ومتطب عليه وبدأ إجلس معاه ويسأله في بعض المسائل ويسأله والحسن يرد ويسأله في مسألة تانية والحسن يرد ويسأل في ثلثة ورابعة وخمسة وأحد يسأل الحسن البصري في أسئلة كثيرة جدا وحسن يرد وفي الآخر قال له والله أنت سيد العلماء أنت سيد العلماء يا أبا سعيد ثم اعتره ثم أمر به أن يجلس فيه نفس المكان اللي كان يجلس فيه الحجاج ابن يوسف الثقافي ثم بعد ذلك استأذن الحسن وخرج وتبعه حاجب الحجاج ابن يوسف قال له يا حسن ماذا قلت بالله عليك أخبرني ماذا قلت فوالله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل معك ده هو كان بعتلك والله كان جايبك عشان يقتلك ورغم ذلك استقبلك أحسن استقبال في الدنيا أنت قلت إيه قال قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا سلام وفي يوم الأيام حصل موقف تاني جميل جدا حكيته لكم قبل كده أن ابن هبيرا كان بيجيله نسائل من وزيد بن عبد الملك وكان بيأمره أن ينفذ كل الكلام اللي في نسائل أحيانا يكن فيها أوامر فيها ظلم فكان بيضطر ينفذها فرح بعت للشعبي والحسن البصري عايز يعرف هل لي رخصة في دين الله اللي هو ينفذ كل الكلام اللي في نسائل فقال له الشعبي كلما فيه ملاطفة ومصيرا عايز يقول له ما أنت معذور يا أنا هتعمل إيه يعني فهمت إزاي فتعجب ابن هبيرا ابن هبيرا كان واليا على العراقين الكوف والبصرة فنظر إلى الحسن البصري وقال ما تقول أنت يا أبا سعيد قال له يا ابن هبيرا خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرا إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعص الله ما أمر ويفعل ما يؤمر فينقلك من ساعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد يا ابن هبيرا إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد فبكى ابن هبيرا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرا ودخل المسجد اجتمع الناس عليهم وقالوا ما صنعتوما مع ابن هبيرا فقال الشعبي أيها الناس ما يستطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها ولكني أردت وجه ابن هبيرا وأراد الحسن وجه الله فأقصان الله عنه وقرب إليه الحسن فحببه إليه فأقرمه وبالغ في إعظامه وإكرامه يا سلام عاش الحسن البصري حوالي 80 سنة مال الدنيا علم وفقه وزهد وحكمة ومال الدنيا رقائك ومواعث جميلة أفرت في قلوب كثير من الناس واحد مرة سأله عن الدنيا بيقول له الدنيا رأيك في الدنيا يا حسن قال له تسألني عن الدنيا والآخرة إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب فإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه وإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه وتقول لي صف لهذه الدار فماذا أصف لك من دار أولها عناء الدنيا وآخرها فناء وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب ما يستغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن وفي ليلة الجمعة في أول شهر رجب سنة 110 هجرية مات الحسن البصري وارتجت البصرة حزنا على موت الحسن البصري لدرجة إن لم تقم صلاة العصر في ذلك اليوم في جامع البصرة مش هاش الحاجة لإن كل الناس خرجوا عشان يدفنوا الحسن البصري وعشان يدعولوا عند قبره فما كانش فيه ولا واحد موجود في المكان دوت فبالتالي لم يقم صلاة العصر وكان في هذا اليوم الحزن خيم على كل أهل البصرة بسبب موت العالم الجليل اللي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتربى من إيدين أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رضعته وكانت أمه من ناحيتين لأنها أم المؤمنين ولأنها هي اللي رضعته مع أمه الحقيقية اللي هي خير اللي هي مولاة أم سلمة الحسن البصري اللي جمع حاجات حجيبة جدا في وقت واحد رقة القلب وفي نفس الوقت قوة في قول الحق اللي جمع عبادة وفي نفس الوقت ناشاء الله خشوع وبكاء وزهد وطلب علم وتبليغ دعوة وصفر لطلب العلم وأدب لا يخطر على قلب بشر وكلام كل حكمة لدرجة زي ما قلت الحضار كان يقولون لو لأن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظن أن الحسن يوحى إليه من السماء حقيقة الحسن البصري كان ليه كلمات حل وقوي كان يقولك من نفسك في دينك فنافسه ومن نفسك في دنياك فألقها في نحري سبها له سب له الدنيا كلها وبعدين كان ليه كلمات أنا مش قادر أقولك اقرأ مواعظ فيه كتاب اسمه مواعظ الإمام الحسن البصري اقرأ وشوف الراجل ده كان بيقول كلام عامل إزاي اندل على شيء فيدل على فعلا كل ما اتقرب من نبعين الصفيين من كتاب الله ومن سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي الخير كله أخوة وحبيبي كان قصتنا النهاردة مع الحسن البصري بكرا إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا ربنا يكبعنا أياكم مع هؤلاء الصحب هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كبار